اشتاغ لذا ايجا نلعب لعب انا نقول لكم على الوعي ما تلي نحكي عليه وانتو ما تشوفوا رويحكم وين تجيوا اسكو تتحطوا في الكاز هذيك ولا ليه فما وعي يقول لك بحث في جامعة قاموا به محلين سوسيولوجيين يقول لك الوعي يحلل احداث بصورة موضوعية وعلمية من دون المبالغة في رصد السلبيات او الايجابيات ويحلل من زوايا متعددة تعكس المشهد الفعلي للواقع السياسي وما يتضمنه من جذور تاريخية هذي الكازة الولى الكازة الثانية يقول لك فما وعي متوهم وغير مطابق للواقع وينتشر في المجتمعات المتخلفة حاشكم اللي تخدم الايديولوجيا التي ترغب السلطة والحكام في تثبيتها في المجتمع عبر وسائل الاعلام الرسمية والخاصة والمؤسسات الدينية الرسمية والمناهج التربوية اللي تدرس في المدارس والجامعات وصاحب الايديولوجيا مهتم بتحقيق الولاء والتبعية المناسبين لبقاء مشروعه بوصفه علما يدرس له قوانين واستراتيجيات وانتو ما فين القطورو يحكم مثلا فالولا ولا في الثانية الختيار صعيب لازم نجاوبه ولا فما موانزانا كنت فيه خطر الخطر الأولانية هي نبرة تخوف شوي الأولانية هي تعريف بالوعي السياسي الحقيقي والثانية هي تعريف بالوعي الزائف لم كانت فيه الوعي السياسي يالوليد مهم في بناء مجتمع هو واحد من اهم تظاهر التقدم والله والله سي سيريو إذا نحبه على الاستقرار والديمقراطية والله عليش ملتك لا نحن ما عملتش حتى نكتة نحكي بالرسمي راهو من عميدة المجتمع المستقر واللي فيه ديمقراطية خاطر يا جماعة الخير اللي قال لكم الديمقراطية والاستقرار راهو ما قال لكمش الحقيقة كاملة وراهو يفلم عليكم عدل بارة هندور نقق كاك الفيديو اللي دارت مش وعية ذيك عاد مش وعية حاجة من معانتها فيديو دور واحد يعني هاي اننا عرفوه شنظهر ويعرفوه برشا للنيس ويقولهم يا ولادي يراهور الرئيس مسحور معناها معناها احنا ايش نعم رقية شرعية حزب اللاطيف معناها شوفوا وين وصل بنا الوعي اليوم بتاعنا بتاع ناس تبرتاجي في حاجات هكا ونيس معناها اليوم مش اننا نوليه ونشيبه واجعة مش اننا نحلو مشاكلنا الاقتصادية مشاكل الشعب التونسي مشاكل الشعب التونسي خانفكر اللي تقول فيه مش ارأك وانما اللي قاعد تقال على الفيس في وسائل التواصل اجتماعي الفيديو دارت ليه منع فيك منع فيك ليه مش انا والله الفيديو دارت البرح وحاسيت لي احنا هبطنا المستوي وصلنا للقاع وحفرنا وزدنا طاقة اخر معناها في السوصول اه دونك اليوم اه اليوم العالمي دونك ليه حرية الصحافة لازم الناس تكون ويعية كما قال مروين قبيلة معناها لازم تكون فما حالة وعي ووعي بالحق ووعي اه سياسي حقيقي وما هوش زائف دونك الخانة اللولانية اللي حكيت عليها اللي هو يصور الاحديث بموضوعية من غير لا مبيغة لا في السلبيات ولا في الايجابيات ويخذر الاشياء من زاوية متعددة اللي هي الحاجة معناه نحبو الناس لكلها تخذر للاشياء من زاوية واحدة واذا اختلفت بطبيعة فيتم منعتك بأبشع النعوط دونك الحالة الصحافة اليوم والوعي اللي قاعد يتشاكل اه غير سيف دونك روبرتير سان فرانتير مرسلون بلا حدود تقول لي هي بصفة عامة في العالم الكل اليوم حرية الصحافة مهددة لكن اه كيما شفتوا هوني اه فهم المجتمعات ويعية بشي هذا اكثر من مجتمعات اخرى دونك اليوم جلوبالما صارت شوت كبيرة في حرية الصحافة رغم اللي فهم بلدين كيما سلطنة عمان اللي تقريبا طلعت 18 مركز بغابوغ للعامل اللي فيت لكن مصر هي اللي تراجعت مثلا اربع مراكز والت في المرتبة مئة وسبعين تقولنا مزيد على منصة اكس دونك تراجع اربع مراكز في المؤشر العالمي لحرية الصحافة ومزلت مصر بين الدول الاخطر للعمل الصحفي في العالم ومن اكبر سجون للصحفين ديما الخطيب اللي كانت حاضرة في كونفيرانس في الشيلي تقول مديرة اليونيسكو اليوم معنها تلقي كلمة في اليوم العالمي لحرية الصحافة ولا كلمة عن الصحفيين في غزة ما هذا العالم الذي نعيش فيه ولا كلمة ولا اشارة مع هذا الذكر للصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة هو جابرييل بورتيس اللي هو رئيس اللي تشيلي تعرفوا لي عندهم تقريبا اصغر رئيس في العالم يدولي وقت تم انتخابه كان عمره 38 أو 37 سنة وهو الوحيد اللي الذكر الصحفيين للفلسطينيين في حفل افتتاح اليوم العالمي لحرية الصحافة تقول ديمة الخاطب وواصف ما يحدث في غزة بالمجزرة وطالب بوقف اطلاق النار الباقي تحدثوا عن حرية الصحافة دون ذكر 140 صحفيين الذين دفعوا بارواحهم عن الصحافة في فلسطين على فكرة على فكرة في خريطة اغسيف احنا في المؤشر رمتاعنا يقول situation difficile للصحفيين في تونس الوضعية صعبة واقتليم الصحافة يجوزنا منعود نحكي على التعريف متاع الوعي السياسي الحقيقي ومش الزائف شكون اليوم اللي مطالب بتصوير الأحداث بصفة موضوعية من غير مبالغة لا في السلبيات أو الإيجابيات والمطالبة ما تبقى أنه يجيب لك الرأي والرأي الآخر بخلاف الصحفي دونك حاولت النهجة وعلى كود جول متاع ماروين اللي حكي على حرية الصحافة ما قال من غير وعي ما فمش حرية صحافة بخلاف هذا معناها يذهل لكل كون قريط واليوم شنو اللي تكتب للناس ولت معناها ولت في التهاكم يعني خاطر إحنا ونلقاوا مخرج من الوضعيات الصعبة بالتفادليك كما ريت أنت ومزيد ساعة لنتمنى لها للشفاء العاجل بعض الأزمة الصحية اللي مرت بها اللي تقول عادل ويش خلنا نسكره مع هذا الصحافة وأكعه علم أنه كيتحط الترتيب والخريطة متاع العالم وتشوف الوضعية بالنسبة بالنسبة لدول العالم في مقارنة مع حرية الصحافة أحنا ديجا تونس معاش عنا المعادل تحنا على الخمسين النقطة معناها عبارة تسعة وربعين فاصل سبعة وتسعين وكيتاخل العشرة لولينين في العالم في حرية الصحافة تلقى لولا النورفج الثانية دنمارك ثالفة سويد الرابعة هولندا الخامسة فلندا ستسة أستونيا السبعة البرتغال الثامنة إيرلندا التسعة سويسرا والعشرة العشرة ألمانيا كما تلاحظوا لكلهم دول متخلفة وكيتاخل تلقى بالكل تلقى الاخرانية إيرتريا في المرتبا مئة وثمانين سوريا أفغانستان كوريا الشمالية إيران تركمانستان فييتنام بحرين والصين وبيرماني ومصر هو أو كانتو أعملوا أعملوا راي في الخريطة المحتوطين بالنخضر اللي هما فيهم لا لا ما في علاقة نحب في علاقة بحرية الصحافة والرخاء والتقنية والوائي والوائي والجودة التعليم وقيمة الإنسان معروف النورفيج ما شبه برش هاوكا قدامكم ترتيب برا شوفوا الناس الأكثر انفتاح والأكثر احترام بلكش حرية الصحافة مؤشر على على الديمقراطية وعلى وضعية متع رخاء معين هنا جميكو قد يكون ويرت ويرت بالحق ما أنا أموان كنتكون الصدفة وحدها هي اللي خليت الدول الأكثر أو ينجم يكون زاد ينجم يكون مهم الناس قلت تتأمر علينا ما يجيكش على زبر ومعناها احنا بلاد يتأمر عليها العالم الكل نجم يكونوا وإحنا راو في الجينا الولانين ما حابوش يقولون نجم على فكرة احنا في السنوات الأخيرة ترتيبنا ماشي ويتقهقر معناها طلعنا طلعنا شوية بالمقارنة عمناه لما لكن ناخده تناخده من واحد وعشرين اه اي كل في كل مشينا مشينا في مسار مسار معناها التنازلي بالرغم اللي ربحنا كالك اي هو كنا 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 مياه ويحد وعشرين عمناه السنة مياه وثمنتاش بالفعل تماش حاجة يعني لكن كنا تلاث وسبعين اه كنا خير برشا اي كنا تلاث وسبعين في وقت ملاوقات كنا تلاث وسبعين اه دوك وضعية الحرية الصحافة ايه ما كلمنظمات اللي صنفوا دوك مان ومنظمات يعني تمويلاتها خارجية ومشبوهة وكل كلها هديك الكل في زيادة لليوم احنا نحكي وعلى الوعي ونحكي وعلى الذكاء الاصطناعي في مقبل ومش لازم نقول شنو اللي نحكي على اليوم العالمي للصحافة زيادة ما نجموش ما نحكيوش على الذكاء الصناعي وعلى فاكتور جديد والوتي جديد اليوم قاعد يغير في وجه الصحافة وفي طريقة عمل الصحفيين تقول لك انه فما مستشار اللي هو ديفيد كاجو اللي قبل خدم في يهو وخدم في برش شركات مهمة في تصريح يقول الذكاء الصناعي يغير بصورة جذرية عمل الصحفيين وسيؤدي قريبا الى تغيير جوهري في نظام المعلومات وهون زيدة معناها الذكاء الاصطناعي تجمش تاخذ موقف نتع هون زيدة فيه هو عليه لازم الاستعمال لازم يكون لكن لازم زيدة استعماله بحذر هو يعاون برشا كأداة للتحليل ولا للتلخيص لكن لازم نواكبه التطور لكن بطبيعة يكون كما قلت من نستعملوه مش بشي عاوض الصحفي والصحفيين وكل عام وحنا كل عام وحنا اكثر حرية انشاء الله من اللي قبله اكثر وعي نختمه مع ترتيب موريتانيا في المركز 33 موريتانيا في المركز 33 تنويه بصراحة بمرتبة موريتانيا لانه وقت اللي كنا نحكي وتوى على العشرة الخرانين في الترتيب مصر في المرتبة 170 دونك موريتانيا في المركز 33 ب انسكور 74.2 على 100 بصراحة ما نحكي وش برش على موريتانيا عموما في الكورة نقوله ديما اللي نربح في موريتانيا بسهولة لكن صراحة في حرية الصحافة ما نتنقشوش معها حتى نجموش حتى نجبدو الموضوع نجلس نختمه بستاتيو صديقنا محمد علي سويسي اللي قال سنغال تحتل المرتبة 278 في ترتيب الصحافة في الدول الناطقة باللغة العربية العربية مفميش 278 دولة تنويه مهم زيادة هو الترتيب في 180 شكرا هاجر بوجمعة شكرا مروان عشوري خليوا المكان لسهيلة الصمعي في نشرة مفاصلة للأخبار ورجعين في لماك إكس باس